موسيقى 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 من جديد مرحبا بكم متابعين من جديد الفروسية مستمرة والتغطية مستمرة والأغر الثالثة لفروسية قفز الحواجز مستمرة إنها فئة أمترز إنهم الهوات الذين عشقوا هذه الرياضة ويحاولون دائما أبدا أن يعطوها حقها من التميز والإبداع موسيقى 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 حمزة تلو سيتحدى ارتفاعات تصل إلى 105 سنتيمترا على ظهر تشكرز إليكسس موسيقى توجهات شديدة اللهجة للجواد منذ لحظة الأولى تلو موسيقى 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 أسرع حمزة يحاول أن ينهي بأقصر زمن ممكن حمزة تلو من حاجز إلى آخر يتوقف عند نصف دقيقة 45% من الثانية رقم 31 ثلاثين ثلاثين خمسة أربعين جولة أولى وهي نظيفة أسامة سبيعي follows now ladies and gentlemen on Jack Sparrow gelding chestnut holds very fine الآن أسامة سبيعي وجاك Sparrow هل سبب عدسة جولة ثلاثين خمسة إخلقية جولة؟ مستمرون بالتغطية الإعلامية متابعين المباشرة من صلة الأغر لدورة الأغر الثالثة لفروسية قفز الحواجز أمامكم جاكس بارو على ظهره أسامة سبيعي الزمن الهدف هو الزمن الوحيد السابق 3045 وجولة نظيفة كانت لشكرز الكسس وحمزة تيلو ماذا عنك أسبيعي؟ بزيجة على جساب التي أجربنا تحركتنا الوحيد غالي الزياد أبو الدهب حمام مصرابي حمام مصرابي الغالي الزياد أحسنت Ama الزيادGame 28 الزيادية جولة ثانية وجولة نظيفة ثانية فروسية رائعة من هؤلاء الأماترز كسالو هاني بدران يتغير الزمن الهدف يصبح ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين يأمل كذلك بدران أن يغير الزمن الهدف مرة جديدة وتستمر الأرقام بالتناقص حتى الآن لم تلامس أي عرضة الرمال المرمح حذاري بدران لا تكسر هذه القاعدة جولتان سابقتان خاليتان من الأخطاء على الإطلاق هذا هو مجدد للتعامل كما كانت دائما الآن يحاولون هذه التعامل على كسالو أعتقد أن هذا هو أولاقه أنه يتغير هذا القاعدة لا نرى أنه كثيراً كثيراً كما كانت دائماً ربما هو في التعامل لأنه هو التعامل لأنه هو التعامل لأنه هو مجدد للتعامل لأنه هو مجدد للتعامل كما ذكرت هيا هني هو مجدد للتعامل هو مجدد للتعامل 4 6 مجدد كل الحواجز حتى الآن تحت قوائم كسالو لا مشاكل ولكن الزمن صار صعباً وبعيداً تخطى ثلاثين وصل إلى الأربعين تخطى الأربعين تجاوز الزمن وقع بخطأ واحد بالخطأين لتجاوز الزمن ثلاثة واربعين جزئين بالمئة أول جولة غير نظيفة هني بدران أحمد المصري الآن على سيدلاء لوجان أحمد المصري واللوجان تذكر أحمد المصري أن الزمن الهدف ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين سبيعي أسامة جاك سبارو العين بالعين مع لجنة التحكيم هل أبدأ أجل أبدأ قرية الجرس أحمد وراهن على جواد ليلي اللوني مصري حساب هذه الفئة حساب هذه الضوء حساب هذه الضوء حساب Capul تصوير جميلة 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 ترى الآن ترى الآن خيلة فيها كأنه يعدو بالقدمين. يا سلام يا سلام يا أحمد يا مصري أنت وكذلك لوغان أحسنت الزمن 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 صار جديدا 26 38 تغير الزمن الهدف أحمد المصري كان رائعا ركوب في غاية الهدف الأمم الممرات مع مغامرة أكثر من من رأس هوايا حادة جدا كأنه يركض على قدميه ولا يقود خيلا أي انسجام بينه و بين لوغان أحسنت أحسنت أحمد المصري. الهدف المصري siempre لدي شيئ أسئلًا لإذن أن يريدهم حياه حسومًا. ثم كل الشرطة يروحون. المصري 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 فيحت أحد لأنهم يدعبهم لجولة الجوية اللاجعة. لا يمكنك أن تتنبأ بماذا سيجري الآن الفارس غالي زيبق وغرافتي المضايز تماما كثيرا ما ينوع في جياده غالي زيبق وهذا يجعله أفضل وطريقة وطريقة المضايزة وطريقة المضايزة وكل طريقة المضايزة أيضا طريقة المضايزة تماما محمد إذن غالي يؤدي بثبات ما من سرعة زائدة حتى هذه اللحظة سنرى الآن في الثاني الثاني أعتقد أن الأشياء ستكون مختلفة وفا وفا بثبات القفز وهو كثيرا 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 وفا جيدا جيدا كثيرا كثيرا ينبغي أن يكون أسرع فقد وقع بخطأ الزمن جميل جدا أن العوارد لم تلامس الرمال حتى هذه اللحظة ولا عارضة أصيبت أليس كذلك غالي نعم على مستوى هذا الحجز على الأقل هل يمكن أن نرى الآن؟ شيء من التعب أصاب الجواد 45 ثلاثة أخطاء مع ثلاثة أخطاء لتجاوز الزمن كل الأخطاء في هذا التنافس كانت لتجاوز الزمن شروق المصري مرة أخرى تطرح الهواء من من خريها على نحو ملحوظا جدا على ماذا يؤشر هذا لعله يدلل العجز على درجة حرارة جسد الجواد نحن 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 c distinct كل ما نطور نحن نحن ننمي من أين مرت شروق من أين مرت كاريزما شاهدوا 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 ممتاز جدا العبور وروا العدو ممتازة جدا السرعة يا سلام السرعة سقطت العرض نتيجة السرعة تنهي شروق بـ 26-77 مع أربعة أخطاء لم تكن جولة نظيفة لكنها كانت جولة حماسية بالفعل وسريعة 26-77 24 أخطاء هي الأولى من نوعها هذه العارضة الأولى التي تسقط تستطيع المحركين تستطيع المحركين لن تتحرك على عادل عجان نحن نتحرك إلى عادل عجان على محطة 48 يبدو أن عادل عجان تبدو أننا نعيد أب حجز يبدأ التنقل بين الحاجز ورفع العين ووضعها بالمكان المناسب نحو الحاجز المناسب ينبغي أن يحفظ المسلك عن ظهري قلب وصد جوادك أحسنت عدل عجان عشر ثوان من المرحلة الثانية أسرع أسرع يا عدل عجان ولكن الجولة لم تزل نظيفة الزمن يقترب من العشرين صار الزمن صعبا نسبيا لم تسقط العارضة لا تهتم عجان تابع ثابر زد في السرعة زد في التركيز عدل عجان عدل عجان كيف سينهي على ماذا ينهي على تابع ثلاثين اثنين واسبعين جولة نظيفة جديدة محمد زيادة موتهاب وثريا 7S ثريا 7S ثريا 7S لا تؤدي باستقرار ثبات نزع حمسية أكثر من اللازم لثريا مطالب محمد زياد أبو الدهب بضبطها الآن بداية مع لمس بالقائمة الأمامية للعارض العلوية لذاك الحاجز البوابة تعمل جيدا محمد زياد أبو الدهب دعونا نرى الشرطة هنا 3,4,5,6 جميل أبو الدهب حتى اللحظة هيا هيا 50 أبو 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 ومحمد زياد أبو الدهب حاولا ضبطه إلى الحد الأقصى أبو 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 حسن مسرابي حسن مسرابي على كالبارا جميل حسن مسرابي كالبارا جميل ومحمد زياد أبو في الحد الأقصى الحسن مسرابي في كالبارا شكرا على المكتاب الموضوع مصربي يحاول تقصير المسافة ولكن هذا جاء على حساب الدقة هذا كان قليلا 1-2-3-4-4 هيا هيا 31-53 ينهي إذن بإختاة وثلاثين 53 جولة غير نظيفة فيها أربعة أخطاء 31-53 المركز الأول إذن لأحمد المصري بكل تأكيد مبروك له مع لوغان بانتظار إعلان باقي النتائج موسيقى سوف نعرف أن أحمد المصري قد توقيت هذه المعارضة أمترز أول مكان من خلال نقل إلينا أقل أن أول مكان أول مكان شروء المصري الجولة التي أدتها شروء لم تكن نظيفة نعم في هذه المواقع أول مكان أول مكان لذلك يجب أن نتوقع الزيارات المترجمات لكي نتوقع الآن إذن متابعين لنزال ننتظر حسم المراكز الثاني والثالث والرابع والخامس أما الأول فالي أحمد المصري ولوغان بزمن لم يتجاوز 26 ثانية و38 جزءا مئويا من الثانية رقم 27 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة أعتقد أنهم ستكونوا من المسكين أو المترجم للقناة في الحقيقة إنهم صغرين وهم صغرين إلى بعض الواقع ولكن مرة أخرى بإمكانك يمكنك أن تضعهم بسرعة تهتز العرضة وتؤثر البقاء في الأعلى بهذا متابعين تكون منافسات فئة أماترز قد انتهت لهذا اليوم بانتظار إعلان النتائج نجزم لحضراتكم أن أحمد المصري هو في المركز الأول فقد اجتاز المسلك بمرحلته الثانية بـ 26 ثانية و 38 جزءاً مئوياً من الثانية رقم 27 أحمد المصري أولاً وسامة السبعي الثانية حمزة تلو عاد العجان 4 ثانية و 3 ثانية متابعين ترتيب فئة أماترز لليوم ثاني من الأغر ثالثة لفروسية قفز الحواجز أحمد المصري أسامة سبيعي حمزة تلو عاد العجان و هاني بدران شكراً أحمد المصري أحمد المصري أحمد المصري أحمد المصري يأخذون موقعهم الأصلي والطبيعي أحمد المصري تآلف ملحوظ جداً مع لوغان و إنسجام نفسي و بدني حتى و تكتيكي بينه وبين جواده أحمد المصري أحمد المصري فارس نادي الشرطة والمدرب كذلك بولديه أحمد بطل أماترز وشروق بطلات مينيترز يا سلام سادس مباراة تختتم كساله هاني بدران في المرتبة الخامسة تهانينا عد العشان مبروك لك ونو لمت ثمانية وأربعين أنت في المرتبة الرابعة عدل تيكيرز إليكسس وحمزة تلو أول المتنافسين حل ثالثا بنصف دقيقة وفوقها خمسة واربعون جزءا مئويا من الثانية رقم واحد وثلاثين مبروك حمزة سامس بيئي سامس بيئي ونو مبروك حمزة ونو مبروك حمزة سامس بيئي 28 28 جاكس بارو الوصف لك وساما مبروك لأحمد محمود المصري فارس نادي الشرطة المتألق صاحب الجواد الأسود لغان الرشيق والرائع لغان أنهيا بستة وعشرين ثمانية وثلاثين جزءا مئويا ألف مبروك أن تبطل فئة الهوات لهذا اليوم الثاني من الأغر الثالثة لفروسية قفز الحواجز مبارك للفرساج وما حققوه أنشطارة واستحقاق قائمة الشرف أحمد المصري أسامة سبيعي حمزة تلو عاد العجان هاني باتران ألف مبروك بهذا متابعين يزدل الستار على الفئات الثلاثة الأولى فئة الأطفال وبعد ذلك مينيتور وبعد ذلك الآن نختتم أماترز بطل فئة الأطفال كان الحسن النقري بطلت فئة مينيتور كانت شروق المصري وبطل أماترز شقيق شروق أحمد محمود المصري أعود وألتقي بكم أنا والزميلي محمد عثمان المعلق باللغة الإنجليزية في الفترة المسائية من هذا اليوم الثاني يوم الفروسية طويل نحن في الدماث وسنبقى طالما بقي الصهيل لكم من السلام لا تذهبوا بعيدا نحن في الدماث وسنبقى طويل